بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الانترنت الانترنت ما هو الانترنت وكيف تكون ولكي نستوعب ذلك نعود الى الوراء وبالمختصر عندما تم اختراع الكمبيوتر هذا الجهاز الذي حقق نجاح كبير وبدأ في الانتشار على مستوى الجهات العلمية ومن ثم على مستوى الجهات الحكومية والعسكرية ومن ثم على مستوى قطاع الأعمال ومن ثم على مستوى الأفراد ومع زيادة أهمية الكمبيوتر وانتشاره حول العالم كانت هناك حاجة لإيجاد طريقة يتم من خلالها تواصل أجهزة الكمبيوتر فيما بينها وأن تتبادل البيانات فيما بينها البين وظهرت فكرة الشبكة المحلية وهي يتم من خلالها ربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها البعض في داخل الموقع الواحد بعد ذلك ظهرت الحاجة إلى ربط الفروع المتباعدة جغرافيا فيما بينها وكذلك أن يكون هناك نوع من الاتصال والربط عالميا على مستوى الجهات المختلفة حول العالم عن طريق الكمبيوتر وأدت فكرة أنه بدلا من مد كيابل حول العالم خاصة بنقل بيانات جهزة الكمبيوتر أنه بدلا من ذلك يتم استغلال كيابل الهواتف الأرضية والتي كانت تغطي أغلب مناطق العالم بحيث يتم استخدامها في عملية نقل البيانات بالإضافة إلى نقلها للمكالمات الهاتفية ولكن كانت المشكلة تتمثل في أن جهزة الكمبيوتر تتعامل مع الإشارات الرقمية بينما كيابل التليفون الأرضي تتعامل مع الإشارات التناظرية التي هي الأنالوج سيجنال وتم حل هذه المشكلة من خلال ابتكار جهاز المودم والذي يقوم بأخذ الإشارة الرقمية من الكمبيوتر المرسل ويحولها إلى الإشارة التناظرية ليتم نقلها في كيابل الهاتف الأرضي وفي جهة الكمبيوتر المرسل إليه يقوم المودم بتحويل الإشارة التناظرية إلى إشارة رقمية ليستلمها الكمبيوتر وتم إسناد مهمة ربط الفروع حول العالم إلى شركات الاتصالات المختلفة أو شركات الاتصالات المختلفة حسب شركات الاتصالات الموجودة في كل دولة والمصرح لها العمل في داخل كل دولة والذي يطلق عليها أيضا مصطلح مزود الخدمة وأيضا هذا اللقب يطلق على شركات مساعدة لشركات الاتصالات وطبعا هذا فتح مجال مربح لشركات الاتصالات لأن عملية ربط الفروع لنقل البيانات كان لها قيمة مضافة إلى قيمة فاتورة التليفون وهذا يتم على مستوى شبكة تليفونات مبنية في الأصل وبعد عملية ربط الفروع ظهرت فكرة صفحات الويب العامة بحيث الجهات الخاصة والحكومية يكون لها واجهة من الممكن الاتصال والوصول إليها هذه الواجهة تعرف عن الجهة التابعة لها وطرق الاتصال بها بعد ذلك بدأت فكرة الدردشة وتبادل الإيميلات والاتصال عن طريق الشبكة العامة وهي الإنترنت وإنشاء صفحات ومواقع على كافة المؤسسات على كافة المستويات التعليمية والترفيهية وبدأت فكرة العرض العام أي أنه يتم إطلاق موقع للجميع والإنترنت يطلق عليها شبكة عامة لأنه مسموح للجميع بأن يكون له نشاط فيها وظهرت المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كشبكة عامة زادت مع الوقت من ناحية المحتوى اللي أصبحت تحتويه وكذلك سرعات الاتصال بالإنترنت أصبحت أيضا تزداد مع الوقت في السرعة كذلك هذا بالإضافة إلى تقليل قيمة الاشتراك بالإنترنت مع الوقت هذه النقاط مجتمعة ساهمت في زيادة عدد المشتركين في شبكة الإنترنت اللي يصل حاليا في عام 2018 أو إحنا الآن في تاخنين على 2019 إحنا الآن في تخنى 2019 إلى أكثر من وأصبح لدينا أكثر من أربعة مليار مستخدم حول العالم وبدأ يظهر لدينا إنترنت الأشياء بحيث تصبح الأجهزة تتصل بالإنترنت لآداء مهام ووظائف دون الحاجة إلى تدخل بشري وبسبب أهمية الإنترنت نجد حاليا أن أغلب دول العالم توفر إنترنت مجاني في الكثير من الأماكن العامة وبعض الدول المتقدمة توفر الإنترنت ما بين مجاني أو قيمة اشتراك منخفضة وذلك للجميع إذن ما هو الإنترنت؟ الجواب هو عبارة عن مجموعة من الشبكات الموجودة حول العالم والتي يتم ربطها مع بعضها البعض لتشكل لنا الإنترنت لذلك يطلق على الإنترنت الشبكة العالمية لأنه يتغطي العالم بأكمله سؤال آخر ما هي الجهة المسؤولة على الإنترنت؟ الجواب هي شركات الاتصالات على مستوى كل دولة من دول العالم سؤال هل يوجد مركزية للتحكم بالإنترنت؟ الجواب هو لا لا يوجد جهة واحدة تتحكم بالإنترنت فالإنترنت هو لا مركزي وهذه نقطة إيجابية يعني لا مركزي يعني لا يوجد جهة زي ما ذكرنا تتحكم فيه وهذه تعتبر نقطة إيجابية وسلبية في نفس الوقت إيجابية من ناحية خلق بيئة حرة وسلبية أنها جعلت الإنترنت بيئة غير آمنة فهي مليئة بالمخاطر الأمنية إذن التحكم بالإنترنت أو أو طبعا التحكم بالإنترنت لن يتم على مستوى العالم وإنما رح يتم على مستوى كل دولة فلو قررت دولة قطع الإنترنت بشكل كامل فسوف تصدر أمر بذلك لشركة الاتصالات ومثلا أقوى مثال على ذلك نراه مثلا في كوريا الشمالية الإنترنت هناك ممنوع وغير موجود مع عامة الشعب وهناك دول أخرى تقوم بحجب المواقع المزعجة لها وتقوم بعمل مراقبة للمتصلين على الإنترنت وملاحقة من يتكلم بمن يخالف حكومات هذه الدول مع العلم أنه هناك دائما طرق لكسر منع الإنترنت وطرق أخرى للتخفي من الرقابة أثناء استخدام الإنترنت وبالتالي يتضح لنا أن التحكم بالإنترنت على مستوى العالم طبعا لا يمكن لأنه لا مركزي لا يوجد جهة تتحكم فيه ولكن على مستوى كل دولة من الممكن أن تتحكم بالإنترنت كقطع للإنترنت بشكل كامل أو أن تتحكم بالمحتوى من ناحية حجب المواقع التي لا تريدها الإنترنت يمتلك سرعتين سرعة التنزيل الدونلود وسرعة الرفع الأبلود والتنزيل هي الأهم والأكثر استخداما وعملية التنزيل والرفع ليست مقتصرة على الملفات وإنما تصفح الإنترنت كمواقع أو مشاهدة فيديوهات هي تعتبر عملية دونلود لأنك تنزل الصفحات من على موقعها لكي تظهر أمامك في الشاشة على جهازك بينما كتابة تعليقات من الكمبيوتر إلى موقع الويب هي تعتبر أبلود لأنك رح ترفع الكلام اللي أنت بتكتبه من على جهازك إلى الموقع اللي أنت أرسلت له الكلام أو التعليق اللي قمت بكتابته سرعات الإنترنت تزداد مع تطوير التقنيات الخاصة بالاتصال بالإنترنت فكان لدينا كياب للهاتف الأرضي القديمة وتم تجديدها بكياب الهاتف الأرضية جديدة وكذلك تم إدخال التقنيات اللاسلكية مثل إنترنت الأقمار الصناعية وتقنيات الهاتف المتنقلة مثل الفور جي والفايف جي الجديدة ويوجد لدينا حاليا الألياف الضوئية والتي يوجد مشاريع حول العالم لكي تغطي أغلب الكرة الأرضية طبعا الإنترنت بس لما ذكرنا بيزداد فيه عدد المشتركين ويزداد توسعا وانتشارا وقوة وذلك لو قلنا سبب عام هو أن الإنترنت أصبح يدخل في جميع المجالات فجميع المجالات نجد الإنترنت لديه أقسام منها مثلا نجد الإنترنت في مجال الترفيه نجد أن الإنترنت في مجال التعليم نجد أن الإنترنت نحتاجه أيضا في قطاع الأعمال نحتاج الإنترنت في التواصل وهذه النقاط جعلت طبعا يعني أصبح زي ما ذكرنا الإنترنت أصبح داخل في كل شيء حتى في الأخبار في التواصل بشكل عام فجعل من الإنترنت في مكانة قوية وجعل العالم يحتاج إليه ومن المتوقع أنه مع الوقت يزداد أكثر وأكثر من ناحية الأهمية كما ذكرنا سابقا الإنترنت هو لا مركزي وفي كل دولة يوجد عدد من شركات الاتصالات المصرح لها ببناء البنية التحتية لشبكة الإنترنت والاتصالات بشكل عام سواء كانت سلكية أو لا سلكية لكن يوجد لدينا منظمات تساهم في بناء بيئة الإنترنت وهي تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول وهو القسم الإداري التنظيمي للإنترنت وتقوم به منظمة الآيكان حيث أنها مسؤولة عن تنظيم وإدارة أسماء المواقع وسيرفرات الإنترنت TNS وعناوين الآي بي وأرقام الإنترنت بشكل عام وتنتمي إليها منظمة الآيانة والتي تعتبر الذراع التقني للإيكان وتنتمي إليها خمسة فروع تغطي العالم بحيث كل فرع بيكون مسؤول عن جزء جغرافي وذلك بالشكل التالي عندنا الـ A-R-I-N هذه بتغطي كندا والولايات المتحدة الأمريكية عندنا L-A-C-N-I-C هذه بتغطي جنوب أمريكا ووسط أمريكا عندنا هنا الـ N-I-C وتغطي قارة إفريقيا بالكامل عندنا الـ R-I-P-E N-C-C وهي تغطي أوروبا وأجزاء من آسيا مثل الجزيرة العربية ولدينا الـ A-B-N-I-C وتغطي أجزاء من آسيا مثل الهند باكستان وأيضا تغطي قارة أستراليا وشركات الاتصالات في كل دولة بتحصل وتستأجر منها الأرقام الـ Public مثل عنوين الـ Public IP Address وكذلك شبكة الاتصالات قد تملك طبعا برح تملك كل شركة الاتصالات بتملك PGB Atonymous System أو أكثر هذه تعتبرها شبكة الاتصالات وتحتاج إلى ترقيمها بأرقام شبكات شركة بأرقام Public Atonymous System Number لكي تتمكن من الاتصال مع شبكات شركة الاتصالات الأخرى حول العالم وتدفع في مقابل تأجير هذه الأرقام وتسترجع التكلفة التي قامت بدفعها شركة الاتصالات من قبل المشتركين القسم الثاني من المنظمات الخاصة بالإنترنت هي المنظمات التي تقوم بابتكار التقنيات الجديدة وتطويرها والتي يتم استخدامها من قبل شبكة الانترنت وأشهرها عندنا منظمة الـ IETF اللي هي مجموعة مهندسي شبكة الانترنت هذه المنظمات هي منظمات غير ربحية تسعى لتطوير وتحسين وإدارة الانترنت وتتحصل على مبالغ بهدف أن تبقى قادرة على أن تستمر في العمل إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته